يسعدني كما يسعد القائمين على تطبيق كلب هاوس أو أكتر منهم كمان أننا نعلن أن تطبيق كلب هاوس بقى رسميا متاح للأندرويد بس مين اللي هيوصلوا للتطبيق الأول وإيه اللي لازم تعرفوا قبل ما تدخل على الرابط تجنبا لأي مشاكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير أهلا بيكم في فيديو جديد من حوالي شهرين نزلت على القناة هنا فيديو عن كلب هاوس شرحت فيه لو ناس ما تعرفش ووارد أن فيه ناس ما كانتش تعرف تطبيق كلب هاوس ده بيعمل إيه بالزبط وتكلمت عن التطبيق اللي كان مش هائع وقتها بالنسبة لعالم الأندرويدوية اللي هو تطبيق كلب هاوس المنسوخ وتكلمت فيه طبعا عن مخاطر أنك تحمله وإلي أنت هتلاقيه وإلي مش هتلاقيه وجام نين وشوية حاجات كده حاولين الموضوع ده ده جيرا هو كان عامل ألق أصلا في المصدر أو في المكان اللي التطبيق نزل فيه لأنه كان يعتبر ناسخ من تطبيق كلب هاوس الرئيسي وداخل زي من أكرم من صغرة مثلا فبالتالي كان عامل مشكلة أمنية بخصوص تطبيق كلب هاوس نفسه ولأن الناس كلها كانت داخلة عايزة تدور على طريقة التحميل مباشرة فبالتالي مركزين مع كل اللي بيتقال فكان لازم نقول على كل حاجة لكن برضو سيبنا في الديسكريبشن بوكس تحت طريقة التحميل رغم أننا أصلا محملتوش وقلنا يا جماعة نستنى التطبيق الرئيسي أو التطبيق الرسمي لحين ما ينزل لأنه ممكن يحصل أي مشكلة لو أنت جيت تحمل التطبيق ده زي مثلا أنه ممكن يخترق الجهاز بتاعك لأنه كده كده أنت محمل حاجة جهة رسمية وزي ما تكلمنا برضو عن شرقة وعن أكتر من تطبيق برضو ممكن يوصل منهم أن يحصل اختراق أو يتعرض البيانات بتاعتك للخطر إلا أن الناس ما خدتش بالها من كل التنبيهات دي وكل المخاطر اللي ممكن تدخل عليها وكانت مركزة مع تحميل التطبيق ويمكن ما خدتش بالها من أننا كنت تكتبه في الديسكريبشن بوكس فبالتالي كان فيه هجوم مش طبيعي المهم يعني أننا قلنا أننا هنتابع لحد ما يكون رسميا متاح للأندرويد ما تنساش بس أنك تعمل لايك الفيديو علشان يوصل إلى أكبر عدد من الناس بما أننا بنتكلم بقى في النسخة الرسمية من التطبيق علشان يستفيدوا منه وهو ده اللي تم بالزبط أنه طبقا لمدونة كلاب هاوس نزلوا بوست من يومين أنهم خلاص بيجهزوا علشان ينزلوا للأندرويد وبعد كده نزل على أكتر من موقع من موقع التقنية ربنا انصرني على الناس كتير جدا بتشكك وبناء عليه بقى فيه صفحة خاصة بالتطبيق ده التطبيق الرسمي ده على المتجر بلاي صفحة تقدر تدخل فيها علشان تعمل بحيث أنك تكون من أوائل الأندرويدوية زي ما كان فيه أوائل الآيفونوية اللي حاملوا التطبيق ده لكن لكن قبل ما تروح بسرعة وتدوس على الرابط وتعمل لازم تكون عارف شوية حاجات علشان بناء عليها تبقى عارف إيه اللي هيحصل معاك وإيه المشكلة اللي ممكن تقع فيها وإيه شوية التفاصيل اللي لازم تكون متوقعها من التطبيق أو من لحظة دخولك والتسجيل على التطبيق وهو أصلا ما ينفعش برضو أنك تفضل مستني ده كله أو بعد ما تنزل النسخة دسمية وتيجي تدخل عليها تلاقي فيه مشكلة صغيرة تخليك ما تعرفش تستخدمها لإستخدام الأمسل في الوقت اللي هيكون حققك أساسا أنك تستخدمها لأنه دي النسخة رسمية فهنعدي بسرعة على شوية الحاجات اللي لازم تكون عارفة أول حاجة إن فيه يعني من لحظة ما هيوصل لك التطبيق وتحمله مش تلاقي كل حاجة موجودة عندك يعني فيه حاجات لسه زي إنك تدير غرفة أو إنك تنشئ غرفة أو إنك تعمله ربط مثلا بحساباتك زي تويتر أو إنك تغير الاسم مش إنك تكتب الاسم لأ إنك تغير أو تحدث الاسم كل الحاجات دي لسه بتضاف تباعا فبالتالي ما تقلقش من حاجة زي كده لأنه دي نسخة البيتا نسخة البيتا هي اللي تنزل تاني حاجة واللي أهم من أول حاجة علشان تستمتع بأفضل تجربة ممكنة بالنسبة لك كأندرويداوي وهي إنك تتأكد إنك مسحت التطبيق لو إنت كنت محميره قبل كده اللي هو التطبيق الجر رسمي علشان تتجنب تعريض حسابك لأي خطر وأنا فاكر وقتها إن إحنا قلنا يا جماعة بلاش نسبة إلى أحداث ونحمل أي نسخة الجر رسمية لأن ده ممكن يعرض تبقى لمواقع التقنية وقتها إن حسابك مجرد ما يتقفش على النسخة الجر رسمية يتبند في حيث إنك ما تينفعش تامل حساب تاني لكن ما علينا يعني المهم إنك تاخد بالك من حاجة زي كده علشان مش بعد ما النسخة الرسمية تنزل تلاقي نفسك مش هارف تدخل عليها التسجيل متاح حاليا علشان يتبعت لك وعلشان زي ما كان مكتوب كده إنه هو مجرد ما يكون متاح هتلاقيه تثبت عندك ترقائيا أصلا وزالك نوتيفيكيشن كده إنه كلاب هاوس موجود عندك على الجهاز بحيث إنه بيعتقد إن الناس الأندرويدوية إيه الأوائل هيكونوا بالضبط زي الآيفون إيه الأوائل اللي هو هم دول اللي بيعملوا دعوة أو بيبعاتوا دعوة لباقي الناس علشان تدخل إلا إنه تبقى للمدونة فهو هينزل بشكل تدريجي للولايات المتحدة الأول وبعد كده لبعض المناطق اللي بتتكلم باللغة الإنجليزية وبعد كده للعالم كله وده بيتوقع خلال أسابيع بحد أقصى وأخيراً بقى الرابط أو اللينك يكون موجود تحت الديسكريبشن بوكس بحيث إنك هتدخل عليه وتعمل بري ريجستر أو تسجيل مسبق إلا إني أرجو إنك تكون وصلت للنقطة دي من الفيديو ودخلتش على طول على الديسكريبشن بوكس ودخلت على الرابط وعملت بري ريجستر من جير ما تكمل الملاحظات المهمة دي بحيث إنك تكون عارف إيه اللي هيحصل فيه علشان ما تلاقيش مثلاً بعد ما حملتوا إن مش كل الفيتشرز الموجودة فتيجي تتخاني معايا أو إنك لقدر الله تكون محمل النسخة الجير رسمية فتلاقي حسابك تبنت فتيجي تتخاني معايا برضو أو إنك تتكابل في أي أخبار إنه نزل في الولايات المتحدة أو في أي مكان من الأماكن يبتدعم اللغة الإنجليزية زي ما دي السايدين من شوية فتيجي برضو تتخاني وتقول إزاي وأنا مسجل وإزاي ما وصلش وهيوصل لنا إمتى وكل الكلام ده وأخي تامل أهم شيء واللي أكيد مش كل الناس اللي اتفرجت على الفيديو اللي فات هتتفرج على الفيديو ده لكن زي ما قلنا يا جماعة إن النسخة اللي كانت قبل كده هي كانت جير رسمية فأرجو إنك تمسحها مش علشان كلاب هاوس بحد ذاته ولكن علشان نسخة جير رسمية يعني ما بيكونش فيه سيكيورتي باتشز ما بيكونش فيه سيكيورتي أبديتز ما بيكونش فيه تحديثات أمنية وسد سجارات فبالتالي نقدر نقول إن أي جهاز محمله هو عبارة عن أوبن ماركت أو سوق مفتوح لأي حد عاوز يقترقه باثنين جين وربعة فياريت إنك تكون شلط التطبيق التاني من عندك وتكون مستعد للتطبيق ده وبكده إن كون إنتهينا ما تنساش تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا نلقاكم على خير